أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند التريند النهاردة هتكلم في جزئيتين أولاً إمبارح كان في اجتماع مهم جداً للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام واتخذ فيه عدة قرارات بالنسبة للمرحلة القادمة القرارات بالنسبة 90% لقت قبول الشارع الرياضي والإعلام الرياضي بشكل عام ولكن في بعض القرارات ممكن يكون عليها بعض علامات الاستفهام عشان نعرف الخطة بالنسبة للمرحلة القادمة تحديداً في ملف التحكيم لكن من القرارات اللي لقت قبول من الإعلام ومن الشارع الرياضي أولاً توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الأولينبي بقيادة الكابتن شاوة غريب توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب الصلاة وتم الاتفاق أن توجيه الشكر بالنسبة لذي الأجهزة الفنية بسبب أن الفترة القادمة مفيش أي ارتباطات رسمية قبل مارس أو إبريل 2023 فمش محتاجين أي عمل في الفترة الحالية ولسه فيه متسع من الوقت توفيراً كمان للنفقات وعدم يعني صرف مبالغ كبيرة في الموارد الخاصة باتحاد القرى كمان تعيين السيد وليد العطار المدير التنفيذ للاتحاد متحدثاً إعلامياً وتحمل الاتحاد لقيمة استجار سيارات الإسعاف للأقصام الثاني والثالث والرابع تكليف الأستاذ جمال العلام بالإشراف على المنتخب الوطني الأول تفويد الأستاذ جمال العلام ورئيس الاتحاد والأستاذ خالد درندالي نايا برئيس الاتحاد بالتفاوض مع الشركة الرعية استدعاء دكتور مصطفى عزامل من نقش التقرير وعن مشروع الهدف قرارات بقى خاصة بالقسم الثاني خلال الفترة اللي جاية واعتماد تصور القسم الثاني وبعض الأمور المتعلقة بالأجازة الفنية لمنتخبات الناشئين والشباب وكمان فكرة بحثة أفضل عروض لاختيار القرى الموحدة في الموسم المقبل والموافقة على هيكل الإدارية للاتحاد لكن كل القرارات دي مناسبة جداً بالنسبة للفترة اللي جاية وأكيد لسه فيه ملفات أخرى مفتوحة في الجلسة المنتدة أبرزها بالتأكيد مسابقة كأس مصر ولكن فيه قرار بالنسبة لي وبالنسبة الناس كتير قوي اللي مهتمية بالتفاصيل الفنية في القرى ومسابقة الدور العام تم عرض خطة تطوير لجنة الحكام المقدمة من الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة وما بها من تعديلات على أن يتم استكمال المناقشة في الجلسة المقبلة بحضور الكابتن عصام عبد الفتاح مع توجيه الشكر للكابتن وجيه أحمد ودكتور عزب حجاج طيب البند تتحديداً عندي فيه تعليم مهم جداً أولاً توجيه الشكر للكابتن وجيه ودكتور عزب حجاج كل الشكر ليهم على الفترة السابقة بإيجابياتها بسلبياتها طالما خلاص خارجوا برا إطار المنظومة لا تعليق على المواقف السابقة وأكيد وهما موجودين احنا قلنا كل للسلبيات والإيجابيات اللي كانت موجودة في الفترة اللي كانوا موجودين فيها سواء وهم بيجيلوا اللجنة أو حتى لما اشتغلوا لما جيه كابتن عصام رئيس للجنة والناس كلها عارفة السلبيات اللي اتكلمنا عليها والحمد لله معنا أن فيه قرار طلع بالشكل دايماً كلامنا كان صح بخصوص عمل لجنة الحكام في الفترة السابقة إحنا بننتقد العمل بش بننتقد الشخص كل التغذير للكباتن سواء كابتن وجيه أو الدكتور عزب بنحترمهم بشكل شخصي لكن احنا نتكلم على إطار العمل وإطار تطوير منظومة التحكمية ولكن فكرة أن الكابتن عصام ميكمل ومقدم خطة لتطوير لجنة الحكام في الفترة اللي جاية أنا أطالب بس حاجة واحدة يعني اديني أمارة اديني أمارة أن الكابتن عصام ليه الحق أن يكمل في الفترة الجاية ويرقص لجنة الحكام ويقدم كمان خطة لتطوير عمل اللجنة وعمل المنظومة التحكمية هو مش قاني الأوان أن يكون فيه وجوه جديدة تمسك لجنة الحكام ونشوف وجوه جديدة الفترة الجاية وناس يكون عندها أفكار جديدة مش قاني الأوان يكون فيه ناس متفرغة لهذا العمل بتقبض من خلال هذا العمل راتب شهري عشان تتحاسب على أي قرار وعلى أي خطة بتقدمها يعني الكابتن عصام في العمل اللي هو موجود فيه دلوقتي داخل اتحاد الكورة ما ينفعش ياخد أي راتب شهري لأنه أصلا معين جوة الاتحاد الإفريقية بياخد راتب شهري فما ينفعش يشتغل في مكان تاني بأي راتب شهري فالعمل بتاعه يكون تطوعي فكل ما يطلع يرد على أي انتقادات يقولك أنا شغلت طوعي ومقدم استقالة طب المرات هو مش مقدم استقالة ده مقدم خط التطوير وعايز يكمل هو عايز يستقيل ولا عايز يكمل دي نقطة خاصة بالكابتن عصام أتمنى يرد عليها النقطة التانية إيه خطة التطوير اللي عايز أطلب من مجلس الإدارة يناقشها ويقدمها الكابتن عصام ما كان موجود فترات طويلة الفترة اللي فاتت إيه خطة التطوير اللي قدمها التوقيت اللي اشتجل فيه مع الحكام خلال فتر التوقف الدورة على مدار أكتر من حوالي أربعين يوم وهو كان موجود حتى في مصر ما سافرش حتى وباشر عمله مع لجنة الحكام في الكاف عشان يبدأ الفترة اللي جاية ينفذ بقى خطة التطوير اللي لسه هيعرضها للاتحاد اديني أمارة إن الكابتن عصام يكمل في الفترة الجاية قرائس لجنة الحكام عشان يستحق مع أي مجموعة عمل في الفترة اللي جاية أتمنى أشوف وجه جديد في رئاسة هذه اللجنة في الفترة اللي جاية لو ما عندكمش وجوه جديدة هات خبير أجنبي معظم الدورات العربية عشان تعمل أسماء كبيرة من الحكام جابت خبراء أجانب بيديروا ملف لجنة الحكام وأحد أعضاء اتحاد الكورة أنا أتذكر الكلام ده من فترة رايب أطلع قال بنفكر ممكن نجيب خبير أجنبي فإيه الفكرة؟ إن الكابتن عصام يكمل هي المشكلة كانت في الكابتن وجيه ودكتور عزب ده جزء متعلق على قرارات اتحاد الكورة اللي صدرت بالأبس النادي الأهلي